فيما يخص موضوع اكساء الطرق أو تبليط الطرق في الحي الصناعي يعني هو للمعلومات العامة في التصميم الأساسي المقار لمدينة تكريت أن هذا الحي الصناعي هو من الأحياء المؤقتة في هذه المنطقة يعني يفترض هذا المكان يكون في المستقبل هو مكان لتجارة الجملة في مركز محافظة صلاح الدين وبالتالي حتى الخدمات التي تقدم في بعض الأحيان المواطنين يعني يحسب علينا تأخر تقديم الخدمات في هذه المنطقة أو عدم الاهتمام بها هي بهذه الأسباب يعني أن المنطقة هي مؤقتة في هذا المكان يعني إلى حين معين المكان الأساسي الذي صناعه فيه تكريت هي محاذية للسيطرة الغربية لمدينة تكريت من جهة منطقة الديوم ولذلك كما أشرت الموضوع بهذا الخصوص لكن ليس من المعقول أن تبقى الإدارة المحلية مكتوفة الأيدي ولا تقدم خدمة للمواطنين نحن في مخاطبات سابقة حقيقة حتى بالإعلام يعني الموضوع يأخذ أيضا مجراء اليوم مركز المحافظة ليس فقط هو من لسكنة مركز المحافظة فقط لا تزال فيه أعداد كبيرة من العوائل التي تعذرت عودتها إلى مناطق خصوصا قضاء بيجي قضاء ناحية الصينية أطراف بلد حتى يعني مناطق من قضاء الطوز هذه العوائل اليوم تبحث يعني أربابها يبحثون عن عمل وبالتالي جزء كبير من هذه الأعمال اليوم موجودة في الحي الصناعي في تيكريت المكتظ حاليا بالعاملين وزاد هذا الاكتظاظ إلى انتشار كثير من هذه المحال في بعض الأحيان لتبديل يعني صيانة إطارات السيارات وتبديل دهن السيارات في كثير من المناطق حقيقة هذه المشكلة هي ليست مريحة بالنسبة لنا لأنها حقيقة يعني تؤثر على المظهر العام للمدينة لكن حقيقة هذه يجب أن تقال أن اليوم عبئ كبير يقع على مركز المحافظة بسبب الظروف العامة لهذه المناطق